يا مساء الخير ويا أهلاً وسهلاً بكم حلقة جديدة من السادسة دقائق قليلة تفصيلنا عن بداية الحلم وبداية المشوار حامل اللقب يدافع عن لقبه ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي لم يحققه أي فريق من قبل على مستوى القارة الأفريقية حلم الاثناشر يبدأ في مواجهة ميدياما الغاني النهاردة تسعى بتوقيت القاهرة في ملعب السلام كل التوفيق بداية للنادي الأهلي في مباراة النهاردة اللي بالتأكيد أهدافنا فيها تتخطأ بكتير مجرد الفوز الفوز هو نتيجة منطقية في مواجهة المنافس الأسهل من وجهة نظري في المجموعة اللي بتضم مع الأهلي يوميدياما يانج أفريكنز وشباب لزداد شباب لزداد اللي بالمناسبة فاز وحقق أول ثلاث نقاط في رصيده بالفوز على يانج أفريكنز بنتيجة 3-0 طيب إذا ما كانش الفوز هدف رئيسي أو أساسي إيه ممكن تكون أهداف تانية ينتظرها جماهير النادي الأهلي النهاردة أنا بالنسبة لي بعتبر مباراة النهاردة هي بداية موسم جديد اللي فات كله بالنسبة لي صفحة وتقفلت والنهاردة بفتح صفحة اللقب الأهم البطولة الأهم البطولة الأقوى البطولة الأصعب في الموسم ده للنادي الأهلي البطولة إن شاء الله اللي تكتب في تاريخ النادي الأهلي كبطولة رقم 12 من بطولات دوري الأبطال المشوار على مستوى الإمكانيات أعتقد أنه مفترض يكون سهل على مستوى المنافسة مفترض أن يكون صعب لأنه الحقيقة أنا بشوف نسخة الأهلي السنة دي كل المقدمات بتاعتها بتقول أنه الأهلي السنة دي أفضل بكتير من السنة اللي فاتت المقدمات اللي هي على الورق المقدمات اللي هي سكواد اللي هي صفقات اللي هي استقرار اللي هي جهاز فني خد خبرات وحقق في أول موسم ليه خمس ألقاب فبالتالي طبيعي جدا أنه كيرف في تاني موسم يبقى أفضل دعمت بشكل كويس مدير فني قدر يفهم طبيعة البطولات قدر يفهم طبيعة القماشة بتاعت الفريق الإمكانيات اللي معرفة بالتالي طبيعي جدا أنه المستوى بيتطور يمكن ده ما حصلش في بداية الموسم لسبب أو لآخر مش هنتكلم فيه دوقتي وخلينا ما نختلفش عليه لكن اللي يهمنا هو التركيز في اللي جاي الرهان النهاردة على إيه؟ الرهان النهاردة الحقيقة على الروح والروح دي وراها حاجات كتير وتفاصيل كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها على مهلنا النهاردة شفت وتابعت زي ما ممكن يكون كتير منكم شاف وتابع قمة البريمير ليج السيتي في مواجهة اللييفر مباراة طبعا انتهت بنتيجة التعادل 1-1 وزودت من شدة المنافسة على لقب بطولة البريمير ليج لكن الحقيقة كان فيها وانا بتفرج على المباراة دي حاطت عيني دايما على فرقة نادي الأهلي مش بقارن الأهلي بفرقة في أوروبا مش بقارن الأهلي بليفر بول والسيتي لكن زي ما بشوف السيتي في أوروبا هو الأفضل هو الأقوى على مستوى الجماعة والمستوى الفردي بشوف الأهلي كمان على مستوى إفريقيا هو الأفضل هو الأقوى طب إيه اللي ناقص؟ اللي ناقص أنه زي ما بيقولوا كده بالانجليزي أنه يكون الكل يعني أنه الواحد للجميع والجميع للواحد وده اللي بيعمله فريق السيتي حرفيا حرفيا واللي شفتو النهارده بيتطبق على مدار التسعين دي في مواجهة الليفر بول فكرة الانتشار سيبك من الخطة والتاكتك هنلعب بأربعة تلاتة تلاتة ولا أربعة تنين تلاتة واحد ولا أنكت الطريقة شوف شكل شوف إزاي فرقة السيتي قادرة تجبر أي فريق بتقابله في أوروبا كلها مش بس في إنجلترا على أنها تفرض أسلوبها على مدار المباراة كاملة شوف مستوى الانتشار شوف الزكاء في التمركز شوف القدرة العالية جدا على المساندة في أي مكان في الملعب أي لعيب من السيتي مع كرة عنده مساندة على أعلى ما يكون ما بيواجهش أي مشكلة في أنه يمرر كرة بمنتهى السهولة زمن الاستحواز على كرة رغم أنهم عندهم لعيب على مستوى مهاري عالي جدا أنت بتكلم على دريبلرز مثلا زي في الفادن زي برناردو سيلفا زي دوكو نجم المباراة النهاردة زي جوليان ألفاراز زي رودري في غياب أساطير زي دي بروينا وزي جاك ريليتش في وجود أخطر خطير زي إيرلينج هالند ومع ذلك ومع ذلك ما فيش لعب بيحتفظ بالكرة أكتر من خمس ثوان الكرة هي اللي بتعمل الشغل كله ده اللي أنا بستني شوفه النهاردة لنادي الأهلي عشان يقول أنه قادر إن شاء الله بإذن الله يحافظ على لقب الحق ونسخة البطولة رقم 11 وبإذن الله يكون المرشح الأول لتحقيق البطولة رقم 12 فاصل وندخل في التفاصيل اشتركوا في القناة ده إيه ويبدأ اللقاء ونتابع مع حضراتكم اللحظات الأخيرة من داخل مقر قامة الفريق قبل المحاضرة الفنية الأخيرة اللي هلقيا ميسر مارسل كولر ثم التحرك لملعب السلام استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني بشرافني وأستاذ سعيد علي النقد الرياضي هنتكلم أكتر عن المواجهة المصرية الغانية الأهلي ميدياما انطلاقة مشوار النجمة الـ 12 إن شاء الله في تاريخ النادي الأهلي وأستاذ سعيد مساء الخير أهلا بي خصوص أحمد أهلا وسهلا طب خلينا عشان نطمن الناس على أخبار الأهلي من داخل مقر اللي قامة وأنا زمينا محمد وفيق مراسل قناة الأهلي هناك نطمن منه على بنامج اليوم النهاردة واللحظات الأخيرة بقى ما قبل التوجه لملعب المباراة توفيق مساء الخير مساء الخير الزميل عز أحمد تحاتي لك والضفق الكريم وكل مشاهدة قناتنا ده في كل مكان الناس كلها في انتظار انطلاقة مشوار النادي الأهلي للحفاظ على أو للدفاع عن لقبه في اللحاء وفي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال البطولة الأهم اللي بينتظرها جمهور النادي الأهلي النهاردة وبداية أو انطلاقة المشوار الفعلي كلمنا عن برنامج الفريء النهاردة والتفاصيل بقى اللحظات الأخيرة ما قبل انطلاقة المباراة بالفعل يا أحمد زي ما أنت بتقول كلنا في انتظار بداية أو ضربة البداية لحامل اللقب النادي الأهلي حامل لقب البطولة منذ الموسم الماضي وإن شاء الله تكون ضربة بداية قوي النهاردة أمام ديام الغاني وأولى جوالات دور المجموعات من دور أبطال أفريقيا يمكن في اللحظات اللي أتكلم فيها معاك أحمد حالا لعب النادي الأهلي والجهاز الفني في غرفة المحاضرات لوضع آخر الرطوش يعني هو الرطوش الأخير على خطة المباراة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله يكون مستر مرسل كولر موفق في خطته يكون اللعابين كمان موفقين في تنفذهم ليه مهام الجهاز الفني اللي هادر ممكن حالا معاك وأنا دلوقتي اللعابين يعني بيتأولوا في الدخول لغرفة المحاضرات يمكن زي ما أنت قلت بقى الفريق على طول من بعد ما اختتم تدريباته بالأمس على ملع مختار التتش بالجزيرة في معسكر مغلق هنا داخل فندق الأقام يمكن تناول وجبة العشاء مع بعض مبارح اللعابين طبعا تتكلموا مع بعض عن أهمية هذه المباراة بتأتي طبعا في بداية مشوار دور المجموعات مفيش استهانة بالخصم تماما يحمل زي ما البعض بيروج لا لعاب النادي الأهلي والجهاز الفني مركزين بشكل كبير جدا يتفرجوا على ثلاث مبارات لفريق ميديام الغاني وكل الأمور يعني سواء نقاط القوة أو الضعف فريق النادي قالي خلاص بقى مزاكرة وزي ما قلتك خلاص الرتوش الأخير يعني الخطة المباراة بتتحطى حالا دلوقتي داخل غرفة المحاضرات ممكن الفريق تدى يوم النهاردة كمان بدري 11 الصبح كانت واجبة الإفطار 12 ونص طبعا كانت تدريب الخفيف داخل الفندق هنا الساعة 2 كان فيه واجبة كده خفيفة للعبين الرغبين في تناول الطعام بالغداء كان فيه تمام الخامسة مساء وحالا معاك دلوقتي زي ما بتشوف على طول ورانا في الشاشة لعاب النادي الأهلي بيدخلوا ليه غرفة المحاضرات ليه يعني آخر التعليمات ووضع خطة المباراة والتشكيل كمان إن شاء الله اللي هبدأ بيه الفريق النهاردة مباراة ومواكهة ميديامة الغاني بعد طول بعد انتهى المحاضر أحمد هنتوجه مباشرة لملعب المباراة استادي السلام واللي بيابعت تقريبا 25 دقيقة من هنا من فندق الإقامة دعواتك ودعوات كل جمهين النادي الأهلي إن شاء الله بالتوفيق وبإذن الله تكون بداية قوية واولى سلاس نقاط في مشوار دور المجموعات بإذن الله رب العالمين وإزاي ما انت قلت احمل إن شاء الله تكون بداية حمل اللقب وإن شاء الله المحافظة للقب على العام التالي التوالي وإن شاء الله أول خطوات للنجمة الاثناشر بإذن الله رب العالمين خليني يعرف منك الغيابات بقى بشكل نهائي ومؤكد توفيق مين هيغيب عن قيمة الأهلي في مباراة النهاردة طبعا يمكن أبرز الغيابات طبعا غياب عالم علول اللي لسه يعني الجهاز الفن منتظر أنه يخش فيه التدبيات الجامعية ويكتسب فنوتوراء مرة أخرى خاصة أنه مش عايز خطر به في مباراة زيان النهاردة يا أحمد أنت بتلاعب فريق لسه حديث مباراة فمعظم يعني مع نصر الشباب المباراة تكون مجدودة جدا في الملعب فريق لا يستهان به تمام فطبعا الجهاز الفني فضل يعني الدفع به لما هو قادم من المباريات طبعا أنتوني مودس اللي صابته فيه العدلة الضمة محمود متولى وعمر السلية طبعا لسه ما استثبوش فرمة المباراة أو الجهاز الفني من وجهة نظر شايفة أن هم لسه يعني لم يلحقوا بالمباراة في هذه اللحظات في الملسسة محتاجين مزيد من الوقت طبعا في بعض الغيابات لأسباب فنية من العدد الكبير جدا من العبين ولكن الحمد لله إن شاء الله المجموعة الموجودة يا أحمد إن شاء الله قادرة على إن شاء الله الفوز وتحقيق السلسل نقاط ممكن عدد كبير جدا من نجوم الشناوي كمان كهربا موجود النهاردة لأن المباراة أفريقيا بعيدا عن الإقافة المحلي صلاح محسن عدد كبير جدا من أجناح الحمد لله يعني عودة كمان ديانجو وبرستاو من المشاركات الدولية أعتقد هدد رفع كبيرة جدا للفريق وبإذن الله إن شاء الله أي 11 اللاعب النهاردة بإذن الله يدقوا المباراة يكون عند حصن ظن جميل نادي الأهل وبإذن الله يكون الفوز حرفنا بإذن الله يا أحمد وتكون أول صلاح نقاط وإن شاء الله تكون ضربة قوية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا زمان العزيز محمد طفي من داخل مقر إقامة الفريق الأهلي لا ينقصه كواليتي مهما كان حجمه وتأثير الأسماء اللي ممكن تكون غيمة بالتأكيد عندك على نفس المستوى في كل المراكز وبالتالي راهنا على الحداشر اللي يختاره من نهاردة مارسل كولر لانطلاقة المباراة هنتكلم في التفاصيل أكتر وأدخل في الموضوع مع ضيفي الأستاذ سعيد عني لكن بعد فصل سريع نظريتي كانت ومازالت وستظل إن الكرة دايما للمتعة سواء كنت تلعبها أو كنت بتتفرج عليها أنت منتظر دايما تستمتع بالكرة وده اللي نتمنى الحقيقة نشوفه النهاردة الفوز والمكسب أعتقد أنه مش محل نقاش وعتقد أنه ممكن تكون أسهل مطشاط الأهلي في مرحلة دور المجموعات لكن بالتأكيد الناس النهاردة مستنية 90 ديئة بتاعت الأهلي ومدامة مستنية تشوف حاجات كتير بإذن الله بجانب المكسب خليني أسمع رأي سعيد في القصة دي إيه الأهداف اللي أعتقد أو الجمهور أهلي مستني من كولر ومن لعيبته النهاردة أنها تتحقق في مواجهة مديامة في بداية مشواره وفي دور المجموعات طبعا كابتن في البداية الجمهور أهلي منتظر تصويب الصورة اللي كان عليها الأهلي في بداية الموسم بعد خسارة بطلطين بنعتبر دي نقطة بداية جديدة انطلاقة جديدة مهمة أول أنت تتجاوز الجانب المعنوي اللي أثر على الرأي لعام فترة ما فبالتأكيد مطلوب أن نقدم مباراة قوية مش بس على مستوى النتيجة لا على مستوى الأداء استعادة الثقة من جديد إزالة الشكوك اللي ممكن حصرة البعض فده مهم جدا جدا أنها تكون انطلاقة النهاردة وخلينا أقول أن احنا انطلاقة كولر الحقيقية كانت أمام الاتحاد المنستيري في دور أبطال أفريقيا في النهاردة برضو بيعود من جديد تكون انطلاقته لهذا الموسم وأنا بشوف أن موسم عشرين واربعة وعشرين مازال لم يبدأ بعد لمارسل كولر لأنه في إطار تشكيل أهلي جديد وتشكيل أهلي جديد ده بمعنى أن فيه عناصر جديدة وصلت وفيه عناصر مهمة خرجت مش مجرد بس عنصر خرج كعنصر لكنه أثر كتير على تاكتك وشكل الفريق فبالتالي ده بيتطلب منه بعض الوقت عشان يتوصل للشكل الجديد واللي محتاج بعض الصبر يعني أنا مش قلقين خالص على الأهلي وصل جدا أن بعد شوية هيصل لشكل جديد لأفكار جديدة يقدر من خلالها يصيغ أهلي قوي جدا أهلي عنده تحدي جديد هذا الموسم فكرة أنك تكون بتسعى لأن تكون أول نادي في تاريخ أفريقيا يحقق ثلاثة دورة أبطال متتالية أعتقد ده قدر الأهلي أنه طوال الوقت كل ما نقول أننا حققنا إنجاز يظهر إنجاز جديد فبالتالي أعتقد عنا على الإنجاز عنا على التطور عنا على الأداء فإن شاء الله يكون ده متحقق بشكل كبير وصولك أساسا لنهائي بطولة السنة أول ريكورد المسجل بإسم نادي الأهلي أربعة نهائي على التوالي فبالتالي وصولهم للنهائي في حد ذاته وده يخلق بتهالي واحدة من الحاجات المفترض أنه ده إحساسي أنه إحنا نشتغل عليها أكتر من البدني والفني والمهاري والتيكتيكي هي الناحية النفسية يعني أنا بشوف أنه شغل كلر مع العناصر الموجودة عنده كنت بقول في بداية الحلقة أنه سقف توقعات الجمهور السنة دي كان أعلى بكتير من السنة الفاتي السنة دي سنة فاتت كان مدير فني لسه إحنا بنكتشفه وهو بيكتشفنا هو بيكتشف لعبته بيكتشف طبيعة المنافسة إحنا عندنا مرحلة دي بنجاح مبهر صحيح السنة اللي فاتت زودنا سقوات بتاعنا بصفقتين أنا أعتقد أنه كل الجماهير شايفين أنه لهم تأثير كبير جدا إمام وردى سليم حتى رغم ابتعاده وإصابته وعشان كده سقف توقعاتنا وطموحاتنا كان أعلى أنه الأهل السنة دي أحلى أنه الأهل السنة دي أقوى السنة دي أمتع لكن البدايات شوية عملت رابكة لغبطت شوية الحسابات طيب خلينا أقولك يا كابتن ليه حصل الربكة دي بالتحديث في بداية الموسم يمكن أنا بشوف أهم نقطة أثرت في شكل الأهل خروج حمدي فاتحي وفي حد هيقول لي طب هو حمدي فاتحي مهم لهذه الدرجة أن الأهل يقف عليه طب ما إحنا جبنا إمام عشور اللاعب صاحب الإمكانيات الأعلى هنا فيه إشكلية دي من بتظهر لنا هو هل إمام عشور أعلى من حمدي فاتحي وهل هو قادر يقوض حمدي فاتحي ولا لا هل يجوز مقارنة بين إمامه وحمدي هنا بقى اللي عايزة وضحه هنا فيه اختلاف في طبيعة الأدوار اللي بيقوم بيها حمدي فاتحي عن إمام عشور إمام عشور لاعب بيلعب أكتر بالكرب من المنتصف الملعب عملية الاستحواز وتطوير الأداء عملية صناعة الفرص مهم جدا أن هو ينزل ويطلع بالكرة تحت الضغط ما فيش حد زي إمام عشور في مصر قادر يخرج بالكرة تحت الضغط لاعب عنده حل في مساحات ديئة جدا قادر يخلق فرص قادر يوصل للمرمى قادر يعمل جبهة قوية في أي جبهة يميل فيها سواء الجيها اليسر أو اليومنى هتلاقيه بشكل خطورة ويقدر يوصل لك للجول فحين أن حمدي فاتحي كان دوره قاصر على أنه إزاي يهاجم المساحات إزاي في وقت معين بنجمع اللعب فحمدي يدخل في المساحة الفاضية اللي سجلنا منها كتير هنا إمام عشور مش جاي عشان يعمل دي طيب مفترض يحصل مفترض أنه يكون في حد بيعوض يعوض حمدي فاتح في الفكرة دي أو تستعين بأفكار أخرى عشان كده بيقول لحضرتك كولر في إطار تشكيل آل جديد بيبحث عن أفكار جديدة علشان يقدر يخلق حلول أخرى ربما عمر السولية يعوض هربوا الداب اللي قلته في مقدمة الحلقة النهاردة وأنا بتفرج على السيتي حد يقدر يختلف على أنه لو كلمت على أخطر مهاجم صندوق النهاردة على مستوى العالم أحد ممكن يختلف أن أقول لك هالند واحد يا سيدي من أفضل تلاتة مش أقول لك نمرة واحد رغم امتلاكك لهالند لكن دائما وأنت بتفرج على السيتي تحس أنه مصادر الخطورة جاية من حياتك كتير جدا جاية من برناردو سيلفا جاية من فالفوضن جاية من دوكو جاية من أكي صحيح يعني جاية من ووكر جاية من رودري كل دول قادرين في أي وقت يخلقوا الخطورة لما باجي قرر الكواليتي أنت عندك على مستوى الكواليتي في الأهلي أحسن لعبها في أفريقيا صحيح كل خطوط شنوي في حراس مرمى منعم في خط الظهر علي معلول ديانج إمام صحيح شحات عبدالقادر وعندك طول الوقت قدرة شرائية أن تتدخل عناصر جديدة ومع تنوع واختلاف البروفايلات يعني لما أجي أقول لك مثلا في أجناحة الأهلي الشحات بروفايل يختلف عن عبدالقادر يختلف عن رضا يختلف عن بيرسي كل واحد دي الحتة اللي بيتميزه صحيح حتى سلاسي الهجومي للأهلي كهرباء وصلاح حتى هما ممكن يكون مش في أفضل أحوالهم أو ما طلعوش أفضل ما عندهم لغاية ديانتي لكن دايماً ما تحسش بالخطورة أو دايماً مفتقدين حتة الفعالية بتاعت المفاتيح لعب النادي الآن خلينا جواب عليك أستاذ أحمد في النقطة دي يعني في نقطة طين النقطة الأولى أن أنا بشوف كولر ومن قبله فايلر ومن قبله موسماني مظلومين طول الوقت لأنهم تحت ضغط غير عادي بمعنى أن قبل ما تخلص بطولة أنت مطلوب منك البطولة التانية مفيش هامش للتجريب عندنا في مصر مفيش هامش أنك تبحث عن نمط وأسلوب لعب وستراتيجية من تقدر من خلالها أنت بعد 6 أشهر سنة تصل للشكل اللي أنت بتقول عليه من خلاله أي أدوات تدخل داخل المكنة تقدر تشتغل بسيستم اللي عدمتك بتكلم عليه ففكرة الضغط اللي احنا نتعرض ليه طول الوقت خلق يعني خلينا أقول لعيبة وجهاز وإدارة طول الوقت بالظبط طول الوقت ضغط الجمهور ممكن يبقى ليه من وجهة نظرك تأثير سلبي بالظبط قال لو أنتوا عايزين تكسابه على طول ده موجود في البليستيشر مش في الكرة فلما حضرتك ضربت مثال بجوارديولا لما تبص على المواسم الأولى لجوارديولا هو تعب قد إيه علشان يوصل للشكل ده خسر قد إيه خد وقت يعني عايز أقول أن مثلا لعب زي ستونز عشان يوصل لدول المركب والمعقد قلب يتفاع بيقوم بأدوار محور ارتكاز ثم يتحول لمهاجم في التلت الأخير ده ستونز قال أنا عدت سنتين عشان أصل للمرحلة دي خلال السنتين أقدر أجمع لك أستاذ أحمد كم من الأخطاء تسببت في استقبال أهداف كم من الأخطاء تسببت في خسائر مش هيتحملها أي جمهور الأهلي لو مرسل كلنا نهارده قال أنا هغير طهر محمد طهر مش هلعبه وينج ولا سترايكر أنا هلعبه تمانية وعايز أقول لك حضرتك حاجة في خلال حديثي مع محلل الأداء نادر مؤمنين العرب قال لي طهر في مركز ثمانية أي بحاجة من ده جدا لأنه عنده مشاكل في نوايات معينة فهيقدر يعمل دي لكن أنا لما فكرت فيها كولر ما عندهش مساحة ولا غيره إنه يجرب أفكار مجنونة جواردول عنده عنده مساحة دول الوقت إنه يجرب إيدرسون حرس المرمى سترايك لأنه عنده فيه ناس متقبلة ده مستوعبة إنه فيه على الرغم إنه كولر خد مساحة ثقة ما خدهاش يعني مديرين فانيين جدا كتير جدا بعد خمس بطولات لكولر الجمهور ما بيغفرش خسارة في السوبر الأفريق ما بيغفرش في حين جواردولة بيخسر الدرع الخيرية كل سنة لثلاث مرات على التوالي وعاد جدا هنا هنا الفارق هنا بشوف الدور الأكبر هيبقى واقع على في الفترات اللي جاية على إدارة النادي الأهلي إنها توفر الحماية الكاملة لمستر مارس الكورة وتدي الفرصة إن فعلا إحنا عايزين نبحث عن نمط وشكل يعبر عن هوية فريق مش بس بيكسر بطولات لا بيرعب أي فرقة يعني ده شكل دي هوية الأهلي طول عمرنا احنا مش بس بنكسر بس في الحتة دي معلش احنا ممكن لعنا بره البطولة شوي هارجع على مطش النهاردة تاني بس في الحتة دي لأنها مهمة جدا هل القصة بس مرتبطة بمدرب يعني تفتكي النهاردة لو جارديولا ميشي من السيتي شخصية السيتي دي تتأثر في لعيبة كتير جد بالزب كبار ليرويساني طبعا طبعا ميشي ورغم كده الطريقة بتاعت الفريق كواليتي الفريق ما تأثرتش صحيح ما تأثرتش بس يعني استكمال الكلام حضرتك خرج جندجان من الفرقة اللي كان بيقوم بنفس أدوار حمد فاتحي اللي هو مهاجمة المساحات الفاضية النهاردة جارديولا بيعمل إيه ما استعودش جندجان بنفس الفكرة لا هو بيلعب الفريز بأدوار تانية مختلفة تماما عن أدوار جندجان هنا وفرت اللاعبين جودة عالية جدا وهنا قدرة المدرب على أنه يستنتج أفكار جديدة وخلينا نقول أنه هو يعني بيقيتش عن الناس لكن أنت تقدر تستفيد منه وتقدر وكل ريستطيع أن يكون جواردولا أفريقيا زي ما حضرتك قلت أنا بحييك جدا على المثال ده أستاذ أحمد أن الأهل يستطيع بسقله وبأسماءه وبميزانيته وبجمهاريته أنه يحقق الفجوة مع أقرم ونفسي زي ما بيعملها سيتي مع أنديا تاليا بس هي محتاجة بعض الوقت ومحتاجة الجمهور يتقبل أن فيه مساحات تجريب لأفكار جديدة ماتش النهاردة أخبار وإيه تفاصيل وإيه إيه اللي عرفه سعيد عن ميديامة توقعاته لطريقتهم وأسلوبهم في الملعب وقرأيته للمجموعة بعد ما تحقق شباب له زاد الفوز الأول لي على يانج أفريكنز بنتيجة 3-0 إيه فرص أنه يكون منافس رئيسي للأهلي في المجموعة الحسابات من بداية المشوار كده هسمع رأي سعيد فيها لكن بعد فاصل أخير مش هينفع أدخل في مقارنات ما بين الأهلي وميديامة ما بين فريق هو صاحب الرقم القاسف الفوز بالبطولة ومهيد فريق حديث العهد أو أول مشاركة له في الشامبيونز ليج اللي ممكن أدي له اعتبار شوية هي شخصية الكرة الغنية فكرة أنه الفريق اللي بيمثل غانا وغانا شيئنا مقابلنا حتى مع اختلاف الأجيال تتراجع مستواها يتقدم مستواها واحدة من القوى العظمى في قارة أفريقيا ودائما أنا أعمل حساب شوية زيادة للمجهول إزاي بتشوف ميديامة اللي عارف أنه هو جاي يقابل الأهلي عليه أنه يقدم طبعا بالتأكيد أفضل معه خلينا نقول أنه خصم متحفز جدا خصم شاب واعد عنده حاجة عايزة أعملها مدير الفني شايف أن مبارات الأهلي وما تلاها في تجارب أخرى حافز ودافع لأي مدير فني أفريقي بيواجه الأهلي أو بيزور مصر واللعيبة كمان بتحيير وكذلك اللاعبين أنا بشوف النهاردة بعض اللاعبين النهاردة جايين يسويقوا نفسهم وده بيخلق صعوبة أكبر أنه بيبالعب بدوافع مش مية في المية لا متين في المية فبشوف أنه ده هيزيد الحوافز شكل الفريق عامل إزاي النهاردة هنشوف فريق بيدافع بخطين خمسة قدامهم أربعة فده بيخلق صعوبة كبيرة جدا بيعمل تكتل محتاج أن أنت تسجل من بدري عشان ما تصعبش الأمور على نفسك لكن أرغم التكتل ده في مشاكل كتير عندهم في التمركز في القرات السابتة فريق تقدر تسجل منه وده واحدة من أهم نقاط القوة عند مارس الكولر واحدة من الحياة اللي احنا نجحنا بيها وحققنا بيها بطولات الموسم الماضي فأعتقد أن البداية لازم يكون فيه تقدم للظاهرين فيه كسافة عددية في تلتة داخلية للأهلي نهاجم بعدد أكبر استغلال لقرات السابتة عشان لو قدرنا نسجل بدري هنقتل الحماسة اللي هم جايين بيها هنقتل الرغبة اللي عندهم نزرع شكوك جواهم وبالتالي أنا بشوف أن البداية مهمة جدا والهدف الأول مهم جدا مش محتاجين نديهم مساحة خلوف المباراة لأن عندهم لعيبة خطر جدا في التحولات لعيبة خطر جدا جونسانسوا بالتحديد وهاجم بيسموه نيو أسموا في غانا وبمناسبة حدثك عن غانا هي طوال الوقت بلد قادر يولد مواهب وطوال الوقت قادر يعمل معنات الأهلي ندية أنا متبص على أرقام الأهلي والندية الغانية تلاقي في ندية في المكاسب والخسائر فبالتالي لا أقدمه نسخ كانت مرعبة في بعض الأوقات بزبط أشانتي كوهتوكو في التمانينات هارتسوف أوك في التسعينيات ويمكن بداية الألفية كانوا فرق موجودة وبتنفس على الألقاب يمكن بعدت الكرة الأغانية على المستوى الأندية لكن على مستوى المنتخبات دايما حضرة هي بعدت لأن غانا أصبحت واحد من أهم المصدرين لعبين في المحترفين فعشان كده تراجعت الكرة المحلية شوية لكن أنت قدام تجربة جديدة فيها أكتر من عنصر زي ما بنشرح قلنا جونسانسوا وفيه مماض وآمر الدين ده لعب من الصعوبات اللي في المباراة مثلا قدام قص نغامت شوية يعني أستاذ أحمد أنا تفرقت على كل استوديوهات التحليلية ولا استوديوهين تحليلين في مصر اتفعوا على طريق اللعب يعني هلعبه خمس من نسبة الميديام يعني هلعب ثلاثة، أربعة، ثلاثة، أربعة، ثلاثة أربعة، 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 أربعة؟ يمكن أن أنا تفرقت على أكتر من تشكيل في أخر عشر ماتشاط لي وشفت أنه عنده شكلين رئيسيين اللي هو خمسة وأربعة بيدفع بيهم لما يكون قدام فريق قوي وفي حالات تانية بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة اللي ما بيهاجم لكنه قدام نادي الأهلي أنا بقول كل الأفكار الهجومية اللي الناس عاملت تتكلم عنها والمخاطر اللي الناس بتتكلم عنها هتزول لأن أنت بتلعب وحش أفريقيا أفضل فريق في أفريقيا فهشوف النراردة تكتل عودة للخلف هشوف تراجع إن شاء الله مكون موفقين ويبقى مهم جدا المواجهة السنائية سواء لمحمد عبد المنعم رأي سعيد فيهم الجزء الأول كلامي مع دكتور بيتر أوبن رئيس نادي ميدياما الغني لأسبوع اللي فات في السادسة استشفيت إنه تجربة نادي ميدياما ومش من عندها التاريخية ده نادي حديث العهد تأسس من حوالي 12 سنة مثلا ما شاركش قبل كده في تشامبيونز ليج ولكنه تجربة استثمارية أشبه بالتجربة الاستثمارية اللي بتادي تظهر عندنا في مصر دي نقطة الأولى نقطة الثانية هي فكرة إنه قدر يتجاوز هرايا كونكري في الدور التمهيدي ودي حاجة تقدر تخليك تقيم أو تحط بشكل المستوى الفني بتاع الفريق هسمع رأي سعيف ده ونتكلم بقى على المجموعة ونتكلم على الشباب الوزداد ونتكلم كمان على يونج أفريكانز اللي يمكن ما يكونوش من كبار إفريقيا ولكن بالتأكيد في القتين لازم نعمل لهم حساب كبير فاصل أخير تسمحلي وتسمحولي ونرجع نكمل كلامنا قبل ما نروح بس الميديامة وسريعا يهمني أسمع رأي سعيد في النقطة دي تحديدا كانت ناس كتير جدا بتشيد بقدرات كولر في عملية التدوير وإنه يحافظ على فرمة معظم اللعبة في نفس المستوى إنه كل ممكن يبقى جاهز للمشاركة في أي وقت لكن هتعتقد أن المرحلة دي هي مرحلة تثبيت التشكيل وخصوصا أنك أنت في خلال فترة زمنية يمكن لدن تتجاوز الأربعين يوم هتخد مواجهتين في دوري أبطال أفريقيا مواجهتين في الدوري المحلي ثم الذهاب إلى كأس العالم بطموحات نتمنى إن شاء الله أنها تحقي إنجاز جديد للنادي الأهلي يعني خلينا أقول هنا كابتن أن واحدة من أهم القواعد أو السوابت السوابت اللي بتميز مارسل كولر عن آخرين أو بتميز شخصية مارسل كولر في الأموم أنه طوال الوقت بيلجأ لعملية التدوير في التشكيل دي فلسفة واضحة وصبت عنده أنت بتدير عدد من اللاعبين بتديرهم زي ما أنت قلت في البداية نفسيا قبل فنيا فمطالب أن يبقى فيها عدالة أن يقوله ياخد فرص أن يبقى فيه توزيع أدوار طيب لما الموضوع يتعلق بالأهلي أو بمنشستر سيتي أو بفريق عنده ازدحام في الجدول مؤكد أن أنت طوال الوقت حتى في أهم المباريات أن أنت تدور في التشكيل لأن أنت لازم يبقى عندك رؤية وبعد نظر للجاي خلال الشهر أنت مش بتلعب ماتش النهاردة بس بتلعب ماتش بتبص على الأسبوع الجاي والشهر الجاي الثبت الجاي هتكون بتلعب مع أفريكان في تنزانيا في النص عندك سموحة تقد يوم الثلاث بقى كافي زاد ثم السفر للسعودية عشان تبدأ مشوارك السعودية والأهم من ده هتنهي الموسم إزاي أنت لما بتهلك مجموعة من العناصر طوال الوقت وتصل للخواتيم بحالة إرهاق وكمل إصابات كتير فأنت هنا بيتضيع كل شيء دايما جواردولة طوال الوقت بيقول أنا بفكر هاوصل لشهر مارس إزاي هاوصل لمرحل الحسم إزاي هنا كولور نفس العقلية بيفكر أنا هاوصل لمرحل الحسم إزاي فيفاجأك بعملية تدوير وأنت تقول له يا عم أنت ليه ما لعبتش معلول أو ليه ما لعبتش فلان هو ما ببصش بزاوية مشجع ولا بزاوية متابع عادي هو الراجل عامل استراتيجي وعمل بلان على مدار موسم وعرف كم موزع عدد الدائية وعرف مين هيخرج وإمتى وحاطت احتمالات الخسارة يعني فيه قاعدة مهمة أيضا عند جواردولة بيقولك أنا فيها أوقات لازم أخسر فيها بس أختار توقيت الخسارة مجيش أخسر في الخواتيم أو في مراحل الحسم فبالتأكيد هنفضل في تدوير هيفضل كولور مستمر على سياسته وأنا بحيي جدا وأنا ضدك كل دعوات اللي بتتكلم تولى الوقت في فترة حالية على تثبيت التشكيل أهو كولور بس محتاج يلمني من الفريق الأعناصر الجديدة تدخل بشكل أفضل يتوصل لأفكاره جديدة في 30 ثانية قرأتك المجموعة مين يكون منافس الأهلي في المجموعة دي بشكل رئيسي طبعا بلوزداد وخلينا أقول أن العندية الجزائرية بتتطور في المرحلة الأخيرة بشكل يخليك تبقى الآن منها ما تبقاش بتتعامل معها بفلسافة السينوات السابقة لا بلوزداد يبقى في رئيس قوي السينية هيبقى منافس قوي والأهلي تحت الضغط تحت ضغط البطولات والمجرات المؤجلة وكأس سلع وعينه على كأس العالم للأندية هيبقى تحت ضغط أكبر فبالتالي مهم أول أن احنا ما نتعرضش لفكرة أن احنا منفس بالصدارة علشان نذهب للأدوار التالية بأريحية وعندنا خصم أسهل شوية عشان ما يستعبش علينا الأمور بادية نحن الأهلي قادر نحن بخير دائما من دور المجموعات دا بالزاد بعد العودة منك أول أهلي ضحية خلينا أقول الأهلي ضحية طول الوقت لأنه بزهبة بزحمة المباريات بتيجي بتخش في منافسة معندية أبعد منك بكتير على بتاقة التأهل لكن لو في الوضع العادي والاعتيادي الأهلي هياخد الصدارة بستاشر نقطة بكل سهول سعيد شرفت بوجودك معي وكل التوفيل الأهلي النهاردة إن شاء الله تكون بداية وانطلاقة مشوار ممتع رائع وناجح طبعا وأكيد طبعا نتمنى الفوز لفرقتنا النهاردة ورسالة لكل الفرع في أفريقيا أنه الأهلي جاهز للدفاع عن لقبه وتحقيق البطولة رقم 12 في تاريخه بشيركم على المتابعة تحياتي لكم